يعني سيدنا النبي يقول لما سؤل أي الأعمال أحبه لله قال أدوم هو إن قل ويستقيم الإنسان على هذه الأعمال على فعل هذه الطاعات ما يكسلش الإنسان له خلاص بقى رمضان مشي خلاص مش عارف إيه ده خلاص أنا معونتش آه ده صحيح تبت على أداء طب أنا كنت بروح أزور مش عارف إيه في القاهرة أو في طنطة أو في المنصورة أو في كذا أو في كذا أو في أسوان أو في المينيا لا معونتش أقدر روح لا داوم على هذه الأعمال حتى وإن كانت قليلة يا مولانا حتى وإن كانت قليلة استقم عليها سر عليها اجعلها طريقا أمامك هذا الطريق يأخذك إلى جنة عرضها السماوات والأرض وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى ولذلك سفين بن عبد الله الثقافي لما أتى إلى سيدنا الحبيب كما أخرج الإمام الترمذي ذلك يقول له يا رسول الله يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا خير خلق الله يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك يعني ما أسألش حد خالص لنت رسول الله قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم إذن فالإنسان يستقيم على هذه العبادات ولذلك ربنا أقول له إيه فلذلك فادعوا واستكم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وكل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعملون ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير دي الصورة الشورى يقول له ربه في صورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل تبليه إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ومن هنا علمنا الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الحديث وفي غيره من الأحديث السابقة أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الأعمال لا يقبل الأعمال إلا من المتقين ولذلك قال الله إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين وقال الله فمن كان يرجو لقاء ربيه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولهم يحزنون وفي آية أخرى في صورة فصلة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن شوف هاتين البشرتين إن الذين قالوا ربنا الله وعملوا إيه؟ ثم استقاموا على هذا القول وعلى هذا الشرع الحنيف وعلى هذه السنة المحمدية الكاملة التي فيها نور لهذه الأمة والتي تخرج هذه الأمة من ضلالات الهوى إلى نور الحق والبيان ومن الظلمات إلى النور وترشدهم إلى كل خير وتنهاهم عن كل شر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة